على هذا الحال ينبغي للأطقم الطبية أن تقضي عملها إلا أن للصورة رؤية أخرى في سوريا ترسم طائرة النظام والروس منها جزءا ويكتمل المشهد في زنازين نظامي ومعتقلاته جريمة الوحيدة كانت أنني طبيب تقرير لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان وثقت فيه استيدافة نظام الأسد للعاملين الصحيين بالاحتجاز والتعذيب والقتل أنتم أخطر من الإرهابيين نحن نقتلهم وأنتم تعيدونهم هذا ما سمعه طبيب في فرع المخابرات الجوية فيما ترسم شهادة أخرى صورة لما يتعرض له الأطباء والصيادل والممرضون والمسعفون حتى الذين ينقلون الدواء اغتصاب وتعذيب وقتل لا يختلف حال أصحاب الياقات البيضاء عمقية المعتقلين القانون الدولي الإنساني ينصح على وجوب حماية المدنيين والعملين في المجال الطبي والمرافق الطبية وإتحات فرصة الوصول الآمن للخدمات الطبية أمام المصابين والمرضى بنداني وثقة المنظمة الحقوقية انتهاكهما أكثر من 580 مرة في سوريا منذ بداية ثورة انتهاكات واعتداءات وقف نظام الأسد والروس وراء 90% منها 914 من الكوادر الطبية قتلوا منذ آذار 2011 حتى تشرين الثاني الماضي 91% منهم قضوا على يد النظام وروسيا بينهم 122 تحت التعذيب التقرير الذي لم يلقى رد من النظام يقول إن من خرج من المعتقلة حيا بجسده يعيش في سجن الذكريات وآلام التعذيب